مروان عطية خد ما ننظماتش أو رجل المباراة أو يعني جائزة أو يعني لقب أفضل لاعب في المباراة تفتكر ليه؟ ليه ما هي الأسباب اللي خلتهم نعملوا كثيرا؟ لأن مروان عطية هو الوحيد اللي قدر يحد من الأزمة اللي كنا نلسا نتكلم فيها ونصف من الملعب إن هي لو في حد تاني غير مروان عطية كانت الأزمة تبقى أكبر بكتير وكان هيبقى وصف ملعب مختلف 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 أكتر من كده بكتير إن مروان هو اللعيب الوحيد حاليا في الموجودين إنه بيقدر يسد الفرغات خلف زميله وعنده ميزة عن اللعيبة اللي بتاع في المركز الست قبل كده مع المتخب مصر ومع الأندية إن مروان عطيه اللعيب رقم ستة اللي قادر إنه هو يقطع الكرة من الخصم ويبدأ بيها هجمة كنا دايما بنشوف لعيب رقم ستة حسن معشور طريح حامد مع كامل احترامنا ليهم هم لعيبة بتقطع الكرة من الخصم وبيدور على أقرب زميلي بيسلمه الكرة وهو يتصرف وينقل المفريق بالحالة الدفاعية الحالة الهجومية مروان عطيه اللي بيقدر يعمل ده مجهوده البدني كان كبير جدا قد موجود بدني كبير جدا مبارح غطى على تقدم إمام عشور وغطى على تقدم أفشة وغطوهم في الحالة الهجومية وقدى أدواره الدفاعية فده الشغل الطبيعي بتاع مروان عطيه وممكن ده اللي خلاه حتى ظاهر أكترين اشتركوا في القناة